لائحة وليد رجراكي لشهر مرس المقبل ممكن يكون فيها بزاف ديال التغييرات انا جيبتكم ممكن ثلاثة ديال تلاعب اللي ممكن يكون في هذه اللائحة الجديدة ديال منتخب الوطني المغربي في لائحة مرس المقبلة العدد ثلاثة جيب جوج مدافعين واحد مهاجم وممكن يكون اكتر انا فقط هادو اختراقات ديالي اللي ممكن يكونوا صحاحين ممكن لا اه واحد كلا في الدوري الاسباني واحد في الدوري البرجيقي واحد الدوري الفرنسي لاعب الاصداء اللي قدو صنع عليهم لاعب المنتازين نوجد بقياه الفارق الاردي فواحد كلاه القناة اه الاول ايدا المنتخب الوطني مهاجم ه الاثاتي لاعب المنتازات الهطتة اللاعاب المنتازي الاصداء اللور正 صراحة نinburgh كم اللا عب المنتظر للاعبين منتازين ولكن ت Lil seinen اضف هذا يجب أن نكونوا منطقيين سنبدأ بأول لاعب فريق الرادي برشلونة وفريق اللاماسية برشلونة وشاري رياطة 17 سنة باللاعب المنتزين في المنتخب الوطني المغري سيكون مستقبل صاهر في خط الدفاع لأننا نعاني خط الدفاع مليكي غير المسيس باقي عنا نقص في المنطقة ولكن شاري رياطة وإلا كانت المدافع هذا ممكن يفيدنا لأننا نعاني نقص في ذلك الجهة ممكن اللاعب الثاني بدوره كلاعب الدفاع سمعي قاندوس لكي مارس في البطولة البرجيقية كذلك من اللاعب المنتزين صراحة في المنتخب الوطني المغريبي مستقبلا وإلى سامة المنادات خاصة في هذه اللائحة المارس باش نشوفه ولا مع البرازيل ولا مع البروخة كبديل وخمشي كأساسي ممكن ممكن نشوفوه لأنه من الأصدق اللي كنت صنعي قاندوس أنه من اللاعبين المنتزين وربما كلاعب فارق الأول البرجيقي ماشي في حالة شادي رياضي كلاعب فارق الرادي في بارشلونة وعد مرة مرة كي طلع الفارق ديال بارشلونة الأول لاعب أخر ممكن كلاعب فارق الرادي كذلك ديال باريسانجر من الفرنسي ولكن بزاف ديال المارات كي طلعوا كيلعب مشابر كي تدرب لأن شادي رياضي كي تدرب فقط على اللاعبين مرة مرة ديال اللاعبين في فرقة الأولى أما شادي رياض أما إلياس حسني كيلعب ديال الدورة اللي كانت لعبت بارشلونة في السعودية كيفاش اللعب إذا إلياس حسني نتوهم اللاعب المحتمل النادع لمواليد فهذه اللائحة تمرت لقاء البيرو والبرازيل في الأراضي